اكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني اكد ان مملكة البحرين تواصل بعزم وثبات خطواتها نحو تحقيق اهدافها التنموية المنشودة على كافة الاصعيدة رغم التحديات الناتجة جراء انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية منوها معاليه بان كافة الخطط والمبادرات والجهود تأتي من نهج عمل واضح لفريق البحرين الذي يؤكد على ان مصلحة الوطن هي المصلحة العليا وان المواطن دوما في المقام الاول واضاف معاليه ان العمل مستمر لمواصلة تحقيق النمو الايجابي للاقتصاد الوطني مع تحقيق اهداف برنامج التوازن المالي بما يسهم في تعزيز مبادرات التنمية الاقتصادية ومواصلة خلق الفرص النوعية امام المواطنين ووفقا لنتائج الاقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في الثلاثين من يونيو 2020 فان اجمالي الارادات الفعلية المحصلة بلغ 910 ملايين دينار وذلك بسبب الانخفاض في اسعار النفط كما انخفضت الارادات غير النفطية بنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة لسنة المالية 2019 وذلك نتيجة لتباطئ النشاط الاقتصادي على المستويات العالمية والاقليمية والمحلية بالاضافة الى تجميد تحصيل بعض الرسوم الحكومية خلال فترة جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 كما بيّنت نتائج الاقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في الثلاثين من يونيو 2020 أظهرت انضباطا في المصروفات الكلية وفق الميزانية المرصودة وانخفاضا للمصروفات المتكررة مقارنة بنفس الفترة في عام 2019 كما بيّنت النتائج انخفاضا في المصروفات المتكررة بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 وهو ما يؤكد القدرة على ضبط المصروفات وفقا لمستويات أداء برنامج التوازن المالي ونتيجة لهذه المستويات من الإرادات والمصروفات فإن العجزة الفعلية للإقفال نصف السنوي لسنة المالية 2020 بلغ 798 مليون دينار بارتفاع قدره 98% مقارنة بالعجز نصف السنوي لسنة المالية 2019 وأشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن الإعلان عن نتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية المنتهية في 30 يونيو 2020 يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها مملكة البحرين والعالم أجمع مع انتشار جائحة فيروس كورونا والتحديات الناتجة عنها على الصعيد الصحي والاقتصادي والمالي وأكد معاليه أن فريق البحرين بعزمه وعزيمته وتكاتفه قادر على تجاوز التحديات بما يعود بالخير على الجميع ترجمة نانسي قنقر